خبر من الأخبار المهمة كمان اللي نزلت من شوية على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وهو خبر جماهيري في المقام الأول اندل على شيء بيدل على مدى تأدير واحترام مجلس إدارة النادي الأهلي لجماهيره العريضة في كل مكان تحديدا في منطقة الخليج العربي وفي كل أرجاء الوطن العربي كان فيه طلب من ربطة مشاجئة الآلي في قطر اللي عاملة مجهود كبير جدا ومبازلة مجهود كبير جدا عشان تكون على قدر الحدث أثناء استضافة قطر لبطولة فيفا انتر كونتينلتل ومشاركة الآلي التاريخية في هذه البطولة من استقبال الآلي وتشجيع الآلي ومسندة ومؤذرة الآلي في المدرجات خلال أحداث وفعليات البطولة كمان طلبوا من إدارة النادي أن يكون فيه فرصة للاشتراك في عضوية النادي الآلي من خلال المصريين والمقيمين في قطر والسعودية والإمارات والنادي الأهلي على طول يعني لبى الطلب ووافق من خلال هذا الإعلان اللي بناء على الخطابة الذي تلقته إدارة النادي مؤخرا من الربطة المصرية في دولة قطر والذي تضمن طلب الاشتراك في عضوية الأهلي لأبناءنا في دول الخليج بشكل عام وفي قطر بشكل خاص ونزولا على هذه الرغبة التي لاقت تقديرا كبيرا فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي للمصريين المتواجدين في دولة قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وسوف يقوم النادي بإرسال وفد للتواجد في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجاري لاستقبال كل الراغبين في الاشتراك بعضوية النادي إذن فرصة طيبة وأثناء تواجد الأهلي في قطر للمشاركة في بطولة فيفا انتر كونترينتا لا يكون فيه وفد رسمي من إدارة النادي يتواجد في قطر خلال الفترة من 4 حتى 19 ديسمبر كما تابعنا في هذا البيان عشان تسهيل كافة الإجراءات لكل المصريين والأهلوية اللي حابين يشتركوا في عضوية النادي الأهلي أعتقد يعني خبر جميل جدا وإندل بيدل على مدى العلاقة والترابط ما بين الإدارة وجماهير النادي الأهلي في كل أرجاء العالم اشتركوا في القناة